اشتركوا في القناة 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 يقول لي راهوا جيتني معلومات من عند نسيبي في ألمانيا اللي التوانسة اللي يعيشوا غادي قاعدين يحكيوا انه المدعو أحمد خربوش يخطط للانقلاب على إذاعة موزايك مستغلا غيابة مديرها الموقوف حاليا وشبكت العلاقات الواسعة التي لديه في الإعلام التونسي وحتى الفرنسي وذلك عن طريق مسؤولة الاتصال الفرنسية كيني أركانا وقد أكدت لي هذه المعلومة صديقة تقيم في بلجيكيا وهو كذلك يتخابر سرا مع ظابط المخابرات البريطانية كريس مارتين وقد تقابل مؤخرا في الملعب خلال مقابلة النادي الإفريقي واتحاد بنجردين ويشيع أنه خذ من عنده 368 مليون دينار نقدا مالس يا وديش كون راك الحاكم عادل والقضاء مستقل وحتى حد ما بشي قوله راه يا سعيميد منين هنليك هذي الكل وانتي في الحبس وجماعة اللي جبدهم الكل دي جاء عندك ما بقالك كين بش تشنقل اللي ما زلت حاشتك بيهم وتغرق الفيسبوك بالإشاعات عن اعترافاتهم وشبكاتهم ومؤاماراتهم وسيبون جاوك بيهي تونس هاك تعلمت كيفاش تحرق سدوسي مضروب بالسفود متع تأمر على قبل الدولة اش مازال لكتو هاي إلى العمل